بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام ينشغل الناس بأمور كثيرة في هذا الزمان تسبب لهم الإحباط والاكتئاب والانشغال والهم والغم والفرق بينهما أن الناس أصبحوا يحزنون كثيرا على ما فات ويهتمون لما هو في المستقبل يعني أصبح شاعر الهم بكرة هيجي رزق ولا لأ طب بكرة في صحة ولا في مرض طب إلا هيحصل هتعين ولا هشتغل طب الشغل اللي أنا فيه هسيب ولا هستمر فيه طب الولد هيكمل تعليمه ولا لأ طب الولد وأنا دلوقتي بدربه هينضم للفريق ولا لأ طب البنت هتلعب باللعبة بتاعتها ولا لأ طيب بكرة إلا هيحصل فيه الناس أصبحت مريضة بالهم وأصبح هذا يؤثر على الناس على صحتهم وعلى راحة بالهم وينبغي للمسلم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى كتب عنده كل شيء وأنه مطلوب من الإنسان أن يسعى يا سيد الفاضل أول سؤال تسأله هو أن من؟ من أنا؟ أنا مين؟ أنا عبد لله سبحانه وتعالى إذن أنا عبد وهو رب أنا عبد أأتمر بما يأمرني الله سبحانه وتعالى به ما دمت عبد لله عز وجل من المتكفل بالرزق؟ الله سبحانه وتعالى فإذا سأل الإنسان نفسه هذين السؤالين من أنا؟ وما مهمتي؟ ومن الذي تكفل برزقي؟ اطمأن قلبه إلى أن الله سبحانه وتعالى يدبر كل شيء يا سيد الفاضل أنت دورك في هذه الحياة أن تسعى وليس دورك أن تجمع وأن تحصل ما لم يكتب لك لأنك مهما سعيت في تجميع ما لم يكتب لك فلن تصل إلى شيء الله سبحانه وتعالى كتب لك رزقا محددا معينا وتكفل لك بأن تأخذه في حياتك وأنك لو مت فلن يكون شيء من رزقك ناقصه إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب اطلب الرزق بطريقة فيها طريقة جميلة ما تهنش نفسك بلاش الإنسان يذل نفسه قال إن روح القدس نفث في روعي أوحى إلي أن نفسا لن تموت محدش هيموت غير لم ياخد كل الرزق وبالتالي علامة الهم والغم ليه مطلوب مني أن أسعى وأن أحسن الظن بالله وأن أحسن التوكل عليه السعي يعني أنا مطلوب مني أن أعمل فالسؤال هو حضرتك بتشتغل وأن لنت مانع نفسك من الشغل مانع نفسك من الشغل لا تلم إلا نفسك لو حضرك بتنزل وبتشتغل وبتسعى وتفكر فكر بس بدون مجهود يؤدي إلى الاكتئاب فكر بعقلك وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى سيدبرها يا سيد الفاضل من الدروس التي نأخذها من العمرة والحج إن السيدة هاجر أمنا المصرية لما وثقت فيما عند الله أعطاها الله تعالى فوق ما تطلب يعني إيه سيدنا إبراهيم عليه السلام يأخذ سيدة هاجر إلى البيت الحرام وبعدين يتركها هي وابنها حواليهم مفيش لا فندق ولا حجز لها فندق خمس نجوم ولا هو ضمن لها الأكل والشرب ولا مع الحجز في فطار جايلها ولا هي عليها جنبها المطاعم تتصل عشان تجيب أكل ولا شرب كلام دا مش موجود إنما قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم مكان عبارة عن صحراء جرداء عبارة عن جبال مرتفعة حتى شكل الكعبة مش موجود الكعبة كانت عبارة عن كوم تراب ورمال فقط هذا هو الذي يظهر وبالتالي امرأة بابنها فسط الصحراء الله أعلم مين لها يقبله من الوحوش من الحشرات من الهوام تعبان عقرب الله أعلم ومع ذلك سألته إلى من تتركناه سكت قال الله أمرك بهذا وربنا لأمرك قال لها نعم قالت إذن فلن يضيع على الله أبدا وأصبح عندها اليقين الأكل خلص الشرب خلص ما قلتش خلاص أنا هموت ما قعدتش طلطم ما قلتش والله سيدة إبراهيم عمل فينا كده ليه ما بصتش لسماء وقالت له ليه يا رب وكفرت بربنا إنما بدأ التسح أنا دوري إيه دوري السعي السعي في المحيط بتاعي إيه فهمت وقفة لقيت في جبل اسمه جبل الصفات طلعت على جبل الصفات بص يمين شمال في حد جاي في حد رايح في حد ماشي في أي كائم بشري مفيش نجلت على جبل المروة مفيش طيب خلاص ارجعي ونامي واستني الموت لا رجعت من المروة للصفة من الصفة للمروة سبع أشواط أراد رب العزة سبحانه وتعالى إنه يأتيها برزقها كان ممكن ينبعت لها الرزق عن طريق واحد وراء جبل الصفة معدي يقولها خد شوية المية دور ويبقى ربنا أكرمها ورزقها إنما ربنا سبحانه وتعالى أعطانا درس بإنه السعي في جهة والله تعالى قد يأتيك برزقك في جهة أخرى تتفجر بئر مياه اللي هو بئر زمزم في مكان آخر لا عند الصفة ولا عند المروة ولا بين الاثنين إنما في مكان آخر عند سيدنا إسماعيل عليه السلام اللي هو مكان البير الآن الله ده أعطاء ربنا سبحانه وتعالى طيب أعطاها الوسيلة اللي فيها طعام وفيها شرب لأنها صبرت على الجوع وعلى العطش فعشان كده طعامه طعمن وشفاءه سقب ومش كده وبس ده يبقى فيها كمان وسيلة المرض لا تحتاج لأكل ولا تحتاج لشرب من برة ولا تحتاج حتى لعلاج تشرب منه ربنا يشفيه تشرب منه تحس بالشبع تشرب منه تحس بالرعي فالله تعالى أعطاها رزقها وتكفل بدوامه وهو سبحانه وتعالى العاطل وهاب فكيف ينسك أيها العبد إذا لجأت إليه اللهم فرج كرابنا وأرح بالنا إنك سميع قريب ومجيب الدعاء السلام عليكم ورحمته وبركاته